السلام عليكم ولداتي توحشتكم بزاف كان سمنا لكم كل السعادة والنجاح احنا دبايا غير كان انسوح تتجي الدخول مدرسي ومدرس ولكن ما ننسوش مرة مرة اننا نغدي وتال فكر ديالنا شوية ديلة المعلومات مرها قوش ريوصنا ولكن حاولوا نحاولوا ما نغفلوش علاش لان النجاح طريق النجاح هو عبارة بحل واحد المطاردة رميم كليك توقف تقدر توقف تسترع ولكن هستك تكمل المشوار هستك تكمل كتجري كتجري باش تنجح لانك لو قفتي وقلتي لا اذا كان ابسك تبطر في شواء ايضا و شهرين اع ناضغaux view نكمل طريق عنف أنجاح و ليستستنجح لديه و كخصتي متشطر عن عنه البانا كالك ولكن يمكن أن يمنعش على أنك مرة 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 هكا بحل شي فلانبو مرة مرة هكا تنشي جهت القرية جهت المعلومات جهت المعارف باش يبقى الفكر ديالك منوار ولداتي اليوم أنا غادي نحكي لكم خصا مستوى ثالث إعدادي ومرأة جهية غا نخصصها حتى السابع غا نعود لكم على رواية رجوع إلى الطفولة لليلة أبو زيد الكاتبة المغربية التي بالرغم أن نحسسها بأن مرأة عربية مسلمة لا تستطيع أن تتكلم بكل حرية عن كل ما وقع لها وحدث لها في طفولتها فاختارت اختارت الأنسب الذي يمكن إذا قرأه تلميت يحمي القيمة ورسالة ويغرس فيه خلقا أو مبدعا رواية رجوع إلى الطفولة هي سيرة داتية والسيرة الداتية أن ينوع من الكتابة الأدبية التي يعتمد صاحبها على دمير الأنى المتكلم يحكي ويسرد أحداثا وقعت له في الماضي ليلة أبو زيد حكت لنا في رواية إلى رجوع إلى الطفولة أحداث وقعت لها في طفولتها أهم حدث تتمركز عليه الرواية هو الوالد الأب والأم اعتقال الأب أحمد أبو زيد ثم معاناة الأم لتوفر الراحة لأبنائهما بدون أب ولتتحمل مسؤولية اعتقاله ثم زيارته والعناية به رواية الرجوع إلى الطفولة كما قلت هي مثل كباقي الروايات المغربية التي كتبت بالفرنسية أو كتبت بالإنجليزية أو باللغة العربية كابن جيد بن جيلول في الطفولة لبوات أناغي والداكر المسوحة محمد بردان ومدينة الترات أو ألم في الرأس والقلب لذي سقوري ولا محمد شكري ولا محمد زفزاب ولا طهر بن جيلول كما قلت ليلة القدر كلهم يكتبوا عن أحداث وقعت لهم في الماضي وحتى الزاوية يعني أول رواية مغربية لتهمي تهمي تهمي الثاني أول رواية وثاني رواية هي في الطفولة لعبد المجيد بن جيلول مهم حالة كلهم نحن تسهمنا رجوع إلى الطفولة كتكمون من أربعة فصول القصيبة وصفره والدار البيضة والريبار يوم نقشل فصل الأول الفصل الأول تتذكر فيه الكاتبة كل الأحداث التي وقعت لها في الماضي أهمها هو انتقالها من مدينة الريبار لأنك تسكن قرب شارع مولاي يوسف في هذا العمارة إلى الصفره ثم إلى القصيبة التي ستستقر بها وتقول لنا جملة الأحداث التي وقعت لها هنا مبرزة أهم الصعوبات التي واجهتها للتنقل فهذا الفصل كتوصف لنا الجد دينا الذي رحل إلى فاس ولم يعجبه الطعام فاس أكل فاس لكن أعجبه بنسائه فتزوجها إحدى هنا وكتوصف لنا حتى كلبها رجاح الكلب رجاح وكذلك واحد المرأة بسمية الزويدة هي الزوج ديالها المهم أنها كتوصف كل شي كتوصف حتى الدار دي الجدها والدار دي الجدها يعني أب دي الأم ديالها والدار دي الأب ديالها وكتوصف حتى بيتهم كتوصف بضقة وكتوصف تلمدينة يعني ليلى أبو زيد في هذه الرواية اعتمدت على الوصف والسرد وحدة الدقة بالغة مما أهلها لأنها تدخل في عالم أشهر الروائيين المغاربة أهم ما في القصة هو هذه المرحلة الانتقال من الرباط إلى الصفر والمعاناة التي عانتها الأمة ديالها فاطمة خصوصا أثناء اعتقال الأبد ديالها بتهمة أنه ينقل أخبار المستعمرين أو المستعمرين العملاء من أجانب العملاء اللي يخدمون الأجانب ويخدمون المستعمرين للمواطن للوطنيين المغاربة الفرنسيين تهموها بهذه التهمة أو اعتقلها من أجل هذه التهمة وكيفش أن العائلة سيتغير المصار ديالها بعدما تكتعيش مستقرة في حدار كتوصف علينا أبوزيد زوينة وفيها مدرسة زوينة وكانت كت واحد إسبانية وكانت واحد مرأة صمرة اللون كسبت جيران ديالهم كيفش كانوا صاحبين مع الأم ديالها وكيفش أن الأخت ديالها خديجة أبوزيد وكانت مرأة صمرة اللون تقدير أحمر الخطوط وكانت أحمد أبوزيد قال الزوجة أم ليلى كسبك قال مركي كسبك قال أنا كيان بك ويقدر أحمر الخطوط ويقول لي وقدر شكل غيشوف ها ويبق دائما كنتكر أنه قال له الكلمة وهي كنتحك ليلى أبو زيد في ككاتبة سيرة دادية يعني تستطعس لأن نتعبر على وضعية المرأة المغربية المجامعة محافظ تقليدي وفاد الرواية وصبا بدقة كل العادات وكل التقاليد وكل الأشياء اللي ممكن تحدث الإنسان العربي سواء كان مرأة أو رجلا إذن قدركن فصل الأول هو القصيبة واللي في غتبي لك فش بأن ليلة أبو زيد يوم وخوة تهجوش نعيمة وفتيحة ووزيد بحواج الرضام وصل وصل إلى المنزل وقال خالدهم الصغير يتسن وعاول أم لهم يهز المتاع وقال في صغيرة وبركو هنا أنا أريد أن أريد أن أريد أن أريد أحمد أبو زيد نعلمهم نقول لهم وإيش تعطونا شيطة نوبيل نهز المرأة والوليدات المهم أن في الطريق التي تصف لنا ليلة أبو زيد جمال الطبيعة رغم من الصعوبات التي وجهوها مهم كيف قلت لكم أن الأم من المشاة عند الأب لها يعني عن جدا ليلة أبو زيد الأب والأم من الأم وقال لهم تسترح ودها كسيو الطاو مياه وغث له قالوا لها رغم أن أب السوش لك سأخذ لك كل شي ما خلال لك هنا مرحلة أخرى هي مرحلة المحاكيم والنزول والمعاناة وسترجع حقها المهم أن هي حاملة رسالة فيديها من قراء وعرفوا أن الأب ليلة احتقل يعني هنا كانت صعوبة لكي يتقبلوا الوضع أن الإبن لهم لولده وكان عزيز وكان قاري وخقرا حتى الابتدائية يعني شهد الشهادة وخدم ترجمان مهم أنه كان يساعد وكان يعون وكان يستخدم وكان يستخدم به المهم أن هذا يعني أبل لأبو زيد الإبن بالنسبة لجد ليلة أبو زيد أعتقيل وبدأ المأساة لجد مع لي أنا لا أعرف ما أولده لا أعرف ما أولده وأعرف ما أولده أخذ أنوضي للفراج ودار الأراضي إلى آخره خلى ليلة أبو زيد وخوتهم مع للضص كيف يكون هذه الميت آم